فَجَعَلَ عَمَلَ الْقَلْبِ فِي الْحَيَاءِ إِيمَانًا وَجَعَلَ الْقَوْلَ بِلَفْظِ التَّوْحِيدِ إِيمَانًا وَجَعَلَ الْعَمَلَ بِإِيمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ إِيمَانًا وبالتالي نعرف أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر أي أن الله تعالى أقسم بالزمان والدهر الذي هو محل للأعمال فأعمال الناس في هذا العصر تكون سبباً لنجاتهم وعلو منازلهم أو تكون سبباً لعذابهم يوم القيامة بحسب عمل الإنسان ولذا هذا تنبيه لمكانة الزمان والعصر ليكون الناس ممن يشغلون أوقاتهم بطاعة الله جل وعلا ثم قال إن الإنسان لفي خسر فإن هذه جاءت في جواب القسم من باب التأكيد على تثبيت هذا الأمر والإنسان يشمل بني آدم ويشمل الجن من المكلفين وقوله الإنسان هذه من صيغ العموم فجميع أفراد الناس بلا استثنائن إلا ما استثني بعد ذلك هم داخلون تحت هذه الأحكام فغالبيتهم في خسر أي في خسارة وفي وبال ولن يهتكون لهم نجاة ولا فوز ولا فلاحة ويستثنى من ذلك ما ذكرهم بقوله إلا فإلا أداة استثنى تفيد أن ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم فإذا كان الإنسان في خسارة فإن من بعدها سيكون ناجيا من الخسارة فائزا مفلحا ثم ذكر لهم أربع صفات فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقوله إلا الذين آمنوا الإيمان يشمل الأقوال والاعتقادات والأفعال فكلها تدخل في مسمى الإيمان كما دل على ذلك نصوص كثيرة جعلت الإيمان يشمل هذه الأمور جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدنها إيماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فجعل عمل القلب في الحياء إيمانا وجعل القول بلفظ التوحيد إيمانا وجعل العمل بإيماطة الأذى عن الطريق إيمانا وبالتالي نعرف أن الإيمان يشمل هذه الأمور الثلاثة ولذا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أراد صلواتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة لأن الصلاة إيمان قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا أكد على أن العمل المطلوب الصالحات والعمل جزء من أجزاء الإيمان فهذا من عطف الجزء على الكل وهو آرد في لغة العرب كما قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان ورمان نوع من أنواع الفاكهة وكما قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وجبريل وميكال من الملائكة فعطف الجزء على الكل فهكذا عطف العمل على الإيمان من عطف جزء الشيء على كله ونص هنا على أنهم عملوا الصالحات لأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا والصالح من الأعمال ما وجد فيه شرطان أولهما الإخلاص بأن ينوي الإنسان بعمله التقرب لله وأن يقصد الحصول على رضاه وأن يكون من مبتغاه أن ينال الأجر الأخروي وأما شرط صلاح العمل الثاني فهو أن يكون الإنسان فيه متبعا لا مبتدعا فلا يعبد الله إلا بما ورد في شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وكما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فسمى اتباع غير الشرع اتباعا للأولياء الذين لا ينفعوا اتباعهم شيئا وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي أنه مردود على صاحبه ثم بعد ذلك ذكر لهم صفة ثالثة فقال وتواصوا بالحق والتواصي نصيحة الخلق بعضهم لبعضهم الآخر وبالحق أي على الهدى والصراط المستقيم والتواصي بالحق جزء من الأعمال الصالحة فعطف التواصي وهو جزء على ما هو جزء منه وهو العمل الصالح وهكذا قال بعد ذلك وتواصوا على الصبر أي وصى بعضهم بعضا بأن يصبروا على ما يصيبهم في دنياهم والتواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق شكرا